منحت جامعة الدول العربية صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر درع الجامعة العربية في الريادة في العمل التنموي وذلك في احتفالية كبيرة أقيمت اليوم بمقر الجامعة بالقاهرة تقديرا لدور سموه الرائد في الارتقاء بالمجتمع وتكريما لإسهامات سموه في مجال التنمية والتحديث والنهضة الحضارية ودور سموه في دعم العمل العربي المشترك ويعد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أول قائد عربي يحصل على هذه الجائزة التي استحدثتها الجامعة العربية هذا العام والتي تمنح للشخصيات العربية الرفيعة ذات الاهتمام أو الإسهام الفعال في تطوير العمل العربي التنموي وتسلم سمو الشيخ علي بن خليفة الخليفة نائب رئيس الوزراء الدرعة نيابة عن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء من الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد أحمد أبو الغيط بحضور عدد من كبار المسؤولين والشخصيات من رجال السياسة والفكر والثقافة والصحافة والإعلام والدبلوماسيين والأكاديميين العرب وبهذه المناسبة أعرب سمو الشيخ علي بن خليفة الخليفة نائب رئيس الوزراء عن اعتزازه بتكليفه من قبل الوالد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بتسلم درع الجامعة العربية للريادة في العمل التنموي نيابة عن سموه ونقل سموه تحياتي وتقدير صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لجامعة الدول العربية وأمينها العام وكافة الحضور على هذا التكريم الذي يؤكد مدى تقدير الجامعة العربية لجهود النهضة والتنمية التي تشهدها مملكة البحرين في مختلف المجالات والنوه سموه إلى اعتزاز صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر بنيل هذا التكريم من جامعة الدول العربية التي تمثل البيت الجامع لكل العرب مشيرا إلى أن هذا الاحتفاء بصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء والحضور الواسع لكبار المسؤولين والمفكرين هو دليل محبة وتقدير لدور سموه التنموي ومواقفه في خدمة وطنه والدفاع عن قضايا أمته العربية والإسلامية وأكد سمو الشيخ علي بن خليفة الخليفة أن مملكة البحرين في ظل القيادة الحكيمة لجلالة الملك المفدى استطاعت أن ترسي أسس نموذج رائد في التنمية الشاملة والمستدامة الذي يهتم بتنمية الإنسان أولاً وجعله محوراً لكل جهد تنموي وأشهد سموه بدور جامعة الدول العربية وما تبدله من جهود لدعم التكامل والتضامن العربي ويريبان سموه عن تمنياته للجامعة وأمينها العام بمزيد من النجاح والتوفيق في تحقيق ما تطمح إليه الدول والشعوب العربية من تطور ونماء يحقق للأمة العربية وشعوبها الرفعة والأمن والاستقرار وكان الاحتفال قد بدأ بكلمة من الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد أحمد أبو الغيط بعدها عرض فيلم وثائقي عن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وإنجازاته في مجال التنمية والتحديث في مملكة البحرين حيث نجحت البحرين في وضع منهج متوازن للتنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وصبحت مركزاً اقتصادياً وصناعياً وعاصمة مالية تجذب الكثير من المؤسسات العالمية والعديد من البنوك الدولية وتطرق الفيلم إلى أن الإنجازات العديدة التي حققتها مملكة البحرين في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية بالإضافة إلى برامج المساواة الاجتماعية المتزامنة مع تطور البنية التحتية الاقتصادية ثم ألقى كل من السيد محمد بن إبراهيم المطوع وزير شؤون مجلس الوزراء والسيد عمرو موسى الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية والسيد عبد الرؤوف الروادبة رئيس الحكومة الأسبق ورئيس مجلس الأعيان السابق بالمملكة الأردنية الهاشمية كلمات أكدوا فيها على استحقاق سموه للجائزة على جهوده في مجال التنمية والتحديث ودعم سموه للعمل العربي المشترك وقد أقيم ضمن الاحتفالية معرض صور خاص بالاحتفالية اجتمل على مجموعة من الصور التي ترصد جهود مملكة البحرين التنموية في شتى القطاعات كما شهدت الاحتفالية تدشين كتاب خليفة بن سلمان زعامة صنعت تاريخا الصادر عن مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية والذي يستعرض إنجازات مملكة البحرين على صعيد التنمية والتطوير في كافة القطاعات والجهود التي قامت بها القيادة الحكيمة من أجل تقدم ونهضة البحرين وهو ما أسهم في أن تصل مملكة البحرين إلى ما بلغته اليوم من تقدم في كافة الميادين